نيوزيلندا وفنلندا وألمانيا إذن دول استطعت الحد من انتشار الوباء ورفع الحظر تدريجيا اللافت أن المشترك بينها والنساء اللواتي كنا في مركز القرار نقف في موضوعنا إذن على الجهد الكبير الذي بذيلا لاحتواء الجائحة في البلدان التي تترأسها نساء إضافة إلى السياسات المتبعة وبماذا اختلفت عن باقي الدول اختلفت إدارة أزمة كورونا بين الدول وتنوعت الإجراءات التي اتخذها المسؤولون للسيطرة على الوباء الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على مواجهة الجائحة في هذا الإطار تمكنت سبع دول غربية من الحد من خسائرها والتوجه نوعا ما نحو تخطي الأزمة ويبدو أن العامل المشترك بين هذه الدول هو القيادة النسائية ألمانيا وطايوان وأيسلند ونيوزيلندا وفنلندا والنرويج والدنمارك نماذج يحتذى بها في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا لاسيما على صعيد الإجراءات الاحترازية والتداعيات الاقتصادية وبعد التحليل تبين أن الأسباب وراء هذا النجاح تشمل الصراحة ومواجهة الواقع بدلا من التركيز على ألقاء اللوم في تفشي الفيروس على عوامل خارجية كما كان الحال مع الرئيس الأمريكي ترامب مثلا إضافة إلى الحزم في التدابير والتحرك المبكر عوضا عن التركيز على الشعبوية في التصريحات والقرارات فضلا عن ابتكار حلول جديدة أثرت بشكل إيجابي على استجابة الناس والتزامهم بالإجراءات المتبعة ففي ألمانيا مثلا حيث سجلت أعداد وفيات أقل بكثير من الدول الغربية الأخرى تعاملت المستشارة الألمانية أنجيلا ماركل بشفافية منذ البداية وأخبرت شعبها أنهم أمام تهديد خطير كما تمكنت ألمانيا من تجهيز أكبر برنامج اختبارات في أوروبا وبدأت الفحص باكرا كذلك اعتمدت الحكومة على نماذج وبائية متنوعة من مصادر مختلفة لتحديد خطتها في مكافحة الفيروس بدلا من الاكتفاء بالنماذج المقدمة من المستشارين وفي تايوان المجاورة للصين اتخذت رئيسة البلاد ساي إنجون 124 إجراء صارما وفوريا في بداية الأزمة لاحتواء وتعقب المصابين كما أسست مركزا للسيطرة على الوباء وزادت من إنتاج معدات الحماية الشخصية هذا مكن تايوان من الحد من تفشي الفيروس إذ وصلت أعداد الإصابات إلى 440 حالة من أصل حوالي 24 مليون شخص واقتصرت الوفيات على سبعة أشخاص فقط الصرامة والتدابير المبكرة ركائز سياسة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندة أردن التي مكنت البلاد من تفادي الجائحة حيث فرض العزل الذاتي على كل من يدخل نيوزيلندا عندما كان عدد الإصابات ست حالات فقط ثم منع الأجانب من الدخول نهائيا وعضعت البلاد تحت إجراءات الطوارئ إضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لصالح العمال الذين توقفت أعمالهم واتبعت الدنمارك إجراءات مشابهة في هذا الإطار أما في أيسلند فأجرت البلاد بقيادة رئيسة الوزراء كاترين ياكوبس دوتير اختبارات مجانية لجميع المواطنين واعتمدت على نظام تتبع مكنها من تجنب الإغلاق ووقف الدراسة كما اتخذت الحكومة الإجراءات كمنع التجمعات حتى قبل تسجيل أي حالة إصابة واعتمدت المسؤولات في دول أوروبا الشمالية على أساليب جديدة ففي فنلندا مثلا لجأت سانا مارين وهي أصغر رئيسة وزراء في العالم إلى الناشطين على مواقع التواصل لنشر المعلومات الصحيحة عن الفيروس بأسلوب ميسر ومؤثر ونظمت رئيسة وزراء النرويج إيرينا سولبرغ مؤتمرا للأطفال لتوضح لهم المخاوف من الفيروس وتجيب عن أسئلتهم كما أصرت دائما أن الكلمة الفصل للمعطيات العلمية وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن أسباب النجاح تعود أيضا إلى الموارد المتاحة والاقتصادات المتطورة وأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية المجهزة لحالات الطوارئ دفعت هذه المعطيات كثيرين للمطالبة بأعطاء النساء فرصة أكبر في تولي المناصب ورأى مراقبون أن مشاركة النساء في القيادة من شأنها تطوير عمليات صنع القرار وتنضم إلينا من باريزة دكتورة سيهام بادي طبيبة ووزيرة المرأة سابقا في تونس أهلا بك دكتورة سيهام نتمنى أن لا يثير هذا الموضوع تحفظ المشاهدين من الرجال حاليا لكن أود أن أسألك بداية هل بالفعل تجدين أن الأمر الوحيد المشترك بين الدول التي استطاعت مواجهة فيروس كورونا هو أن المرأة كانت في مركز القرار القيادة نعم لا شك في ذلك طبعا أنت تحدثت عن المرأة القيادية في مواقع القرار والنفوذ خاصة حين تكون ماسكة بالسلطة وماسكة بالأمر بكل حزم وجدية ولكن للمرأة القائدة في هذه الدول يجب أن يكون لها جند لا ننسى أننا أيضا كان من الضروري أن يهب في هذه الحرب الجيش الأبيض والجيش الأبيض لا ننسى أنه يتكون من تقريبا أكثر من 70% من النساء لأن الطواقم الطبية والشبه الطبية أيضا هي في جزء كبير منها نسوية حتى أنه في الغرب اليوم نتحدث على أن الطب أصبح نسائي أكثر منه رجالي باعتبار أنه في ارتفاع مستمر لعدد النساء الطبيبات حتى في مجالات كانت المرأة في السابقة مثل الجراحة وغيرها كانت لا تحبيضها ولكن اليوم أعطت المرأة في كل الدول التي ذكرتموها وفي العديد من الدول التي قد نكون وغفلنا عن ذكرها وأسوق على سبيل المثال كمثل وليس على سبيل الحصر الأستاذة في الطب السيدة نصاف بن علي في تونس التي هي المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة قامت بعمل أيضا يذكر فيشكر وجعلت من عدد الإصابات في تونس مثلا لا تتجاوز الـ 46 حالة وفاة وعدد الوفايات لا يتجاوز أبدا الـ 1500 إصابة من هذا المنبر أردت أن أحيي كل المرأة القائدة على رأس الدول التي كانت أتقنت فيها قيادة وريادة هذه الحرب على الفيروس بكل جدية وبكل حزم وبكل صرامة وبكل تقنيات علمية حديثة أثبتت أنها حين تعطى القيادة والمقود تكون جديرة بذلك وتكون عند حصن الظن كذلك مرة الأخرى كل من كانت من النساء على رأس زيش الأبيض نعم دكتورة ربما أيضا ليس فقط التواقم الطبية على أهميتها طبعا القصوى والكبرى لا تكفي وحدها ربما أيضا الأنظمة الديمقراطية التي تساعد أيضا المرأة عندما تكون في مركز القرار من اتخاذ قرارات صائبة صحيح؟ نعم يعني حين نتحدث عن الأنظمة الديمقراطية نتحدث عن الأحزاب لأن المرأة القيادية تنبع أساسا من الأحزاب وتنبع أساسا من البرلمانات وتنبع أساسا من منظمات المجتمع المدني فالنساء حين تتوفر لهم الفرصة في أن يكون في الصفوف الأمامية وكقيديات في هذه الأحزاب والمنظمات وكل التشكلات والتمثلات السياسية حين تمنح الثقة تثبت وتبرهن بالطبع على أنها قادرة على تحمل المسؤولية بكل جدية والنجاح في ذلك هذه الجائحة وهذه الحرب أعطت مثال لقيادة الوضع الصحي ولكن أنا متأكدة أنه لو كانت فرصة أكثر للنساء في أن تكون في الصفوف الأمامية في كل المجالات المجالات السياسية المجالات العلمية المجالات الفنية وكل المجالات الأخرى فإن المرأة خاصة تعلمنا لعلقنا أن المرأة الآن في مستوى التعليم العالي داخل الجامعات نسبة كبرى من الدارسات في مستوى دكتورة دولة أصبحنا في العديد من المجالات نسبة النساء تفوق نسبة الرجال حتى في مجالات كانت كما قلت تستنكف عنها النساء مثل الهندسة والطب ومجالات أك كانت رجالية بامتياز وهذا حقيقة يعطي نفس جديد ويلون السياسة ويلون المجالات القيادية الصعبة والأزمات بأنوثة هي لازمة لأن فيها رصانة وحكمة وفيها أيضا إضافة لا بد منها حين تعطى لها الفرصة نعم بكل تأكيد طبعا دراسات كثيرة تناولت الأسباب التي ربما تجعل المرأة في موقع القيادة أقدر من الرجل على مواجهة أزمات كبرى ومنها طبعا جائحة كورونا التي لم يسبق للعالم في التاريخ الحديث أن شهد مثيلا لها لكن برأيك الشخصي ما الذي جعلها أقدر من الرجل هل هو ربما يعني عاطفيتها أم ابتعادة يعني عن شو بيقولوا أن الأولوية ليست للجوانب الاقتصادية والسياسية وإنما أيضا لصحة الشعوب نعم نحن على أبواب عيد وأنا لا أريد أن يزعل من الرجال يعني لكل خصائصه ولكل مجالات يمكن أن يبدع فيها لكن المرأة أثبتت أن لها طول النفس وأن لها الحكم أيضا والصبر وأنها في بعض المجالات تتعامل كالأم الحنون يعني فيه جانب من الرعاية فيه جانب من هذا الجانب الحسي فيها الذي يجعلها ربما تكون أكثر استباقية وتكون لها شيئا ما من سرعة البداها شيئا ما في شخصيتها ومكوناتها يعني لعلها تكمل أيضا الصفات الأخرى الموجودة في الذكر نحن نحتاج لأن تضع المرأة والرجل اليد في اليد مع بعض لا نريد أن يكون هناك بمثابة تنافس على أصيب أو تنافس على مواقع نناقش مواجهة جائحة كورونا بالتأكيد التجربة أظهرت وأنت قلت ذلك طبعا يعني والعالم شاهد على ذلك أن المرأة في موقع القيادة والمواجهة كانت أقدر من الرجل وتصوروا أنه حتى في كل يعني المنابر العلمية وكل المخابر العلمية وجود المرأة هو وجود أيضا بكثافة وفي أعلى مستويات الخلايا العلمية التي تشتغل أيضا الآن على وجود اللقاحات وعلى وجود الأدوية المخابر أيضا موجودة فيها المرأة بامتياز وموجودة كقائدة للعديد من المجالات البحثية العلمية الطبية التي نحتاجها في المستقبل أيضا لمواصلة محاربة هذا الوباء لأن انتصرنا على هذا الوباء في هذه الجولة ولكن المعركة مازالت متواصلة مدام الفيروس موجود بيننا وما دمنا لم نتوصل بعد إلى اللقاح ما الذي جعل المرأة تنتصر أيضا المرأة لأنها تخاف على هذا الوطن على المواطنين هذا الخوف الذي لديها يجعلها تحاول أن تعمل بأكثر جهد وتركيز وأن تبذل كل ما عندها من جهد ومن طاقة سواء كان طاقة نفسية طاقة علمية من أجل النجاح ومن أجل الوصول إلى النجاح وكما تعلمنا أيضا أن المرأة عليها أن تثبت دائما نجاحة في المواقع التي تكون موجودة فيها وكأن عليها أن تثبت أنها عن استحقاق وصلت إلى هذه المراكز وحققت هذه النجاحات كأن عليها أن تثبت أكثر من الرجل أنها فقط أعطوني ثقة وسوف ترون كيف أكون في مستوى هذه الثقة لذلك أتصور أن كل النجاحات التي شهدناها للمرأة في العديد من الدول والبلدان وفي العديد من المجالات هي أيضا بمثابة رغبة في إثبات الذات رغبة في إعطاء المثل والقدوة حتى أيضا تكون مثل هذه النساء الرائدات الناجحات قدوة للنساء في كل المجالات الأخرى التي نتمنى أن نرى فيها المرأة متألقة ناجحة وأن كلما تناطب بعهدتها المسئولية مهما كان حجمها وتثبتها تكون عند حسن الظن خاصة وأنها تتعرض للكثير من الضغوط إذن سهام بادي الطبيبة ووزيرة المرأة سابقا في تونس كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك